مرحبا بتمنى تكونوا بخير وما كنتوا عم تسمعوا طائط حب بداية فصل الشتي دافي مبارك لكل من عم بيسمعنا بالجزء الشمالي من الكرة الأرضية كون نحتفلنا من يومين ببداية فصل الشتي هيدا الأسبوع كان حافل بالاحتفالات ومكفى لآخر السنة بين الاحتفالات بنهاية كأس العالم بين الاحتفال ببداية فصل الشتي بين عيد الميلاد بين رأس السنة الميلادية للأشخاص اللي بيحتفلوا بهيدا الأعياد فالطاقات مرتفعة وعالية بكل هيدا الفترة وفي ناس بترتاح أن تكون هيدا الطاقة الأدة مرتفعة ويكونوا عم بيحتفلوا ويكونوا مبسوطين وحياتهم كلها على طول هكي فيها زخم وفيه أشخاص بينزعجوا من الضوضاء ومن الزخم ومن الضجة من الموسيقى العالية خلال الاحتفالات بيفضلوا يحتفلوا بطريقة هادية وريقة شو مكان الاحتفال اللي عم بيمروا فيه بحياتهم عصاعد شخصة فردة عائلة أو الأعياد الدينية أو الرسمية اللي بنحتفل فيها أو أي حدث كبير عم نمر فيه بحياتنا أو البلد اللي نحن فيه فيه أشخاص بيحسوا بيه كآبي بفترة الاحتفالات بفضلوا يكونوا بكوقعتهم أو بمكان اللي هن بيرتاحوا فيه حتى مش لو كوقعة يعني هن يكونوا عم بيحتفلوا بهدوء الخاص بطريقتهم وعطريقتهم الخاصة فيه ناس بعد الاحتفالات بتحس بفراغ كتير كبير بتحس بي كآبي بتحس بي حزن أوقات فيه يكونوا عم بيمتد هيدا الشيء لأيامات وأسابيع عديدة أوقات فيه ناس ما بتديرك أنه هي عم بتحس بفراغ بتحاول تكون عم بتروح على مكان آخر تعبي هيدا الفراغ باحتفالات تانية أو بأيا هيك طاقة كتير عالية تما يكونوا عم بيحسوا بهيدا المشاعر اللي هي عادة طبيعية جدا من بعد كل الاحتفال شو ما كان طبيعته فيه جزء منه بيهدى فيه جزء منه كمانا كهرمونات نحن عم نفرزها بتكون عم بتهدى عم بتخف شوي شوي فيه ناس بتحس فراغ فيه ناس بتحس أحباط فيه ناس بتحس هدوء فيه ناس بتحس إنه فيه شي معيا نفقد وكل حدا كمان حسب شو فيه جواته كيف كان عم بيحتفل كل حياته شو الاحتفال بيمثل بحياته شو عنده ترومة شو عنده جروحات شو عنده فراغات بحياته أو فراغ عاطفة كمانا كل حدا كيف الفترة اللي بعد الاحتفالات بتأثر عليه كمانا بترجع لكل شخص شو ماري أو بشو عم بيمر بحياته فاليوم بحلقة طاقة حب رح نكون عم نحكي عن مهم إنه نحن نكون عم نحتفل بالحياة بس كمانا الأهم من هيدا كله نكون عم نحتفل عن وعي وعن إدراك وعم نعيش اللحظة مثل ما نحنا منرتاح مثل ما نحنا منحب ومش ضروري كل شي بتحبه العالم نكون نحنا نفس الشي عم نحتفل فيه بنفس الطريقة لأنه هيدا الموضة وهيدا الدارج وهيدا الترند أهم الشي الاحتفال يكون لقلنا لقلبنا نحنا شو نرتاح من جوا للناس اللي منحب نكون عم نشاركون هيدا الفرحة والاحتفال بمين منحب نكون محاطين كنا لحال نقوم مع الناس اللي منحبون شو ما كانت الطريقة اللي منحب نحتفل فيها تكون طريقة عن وعي وعن إدراك وعن حب وعايشين اللحظة مش خايفين إنه تخلص اللحظة كمانا نكون عم نسرع الاحتفال أو عم نهرب من إنه يخلص الاحتفال تفادياً لشو بيلحق هيدا الفترة فكل ما نحن وعيين ومدركين إنه على طول في لحظات للاحتفال بالحياة وعطول لو بيخلص هذا الاحتفال اللي نحن عم نمر فيه فيه بعدين احتفالة تانية رح تجي بحياتنا أي حدث حلو نحن عم نمر فيه أي فرحة نحن عم نمر فيه مهم إنه نعيش بكل لحظاتها نفرح فيها نكون موجودين وبس تكون عم تخلص نكون كمان عم نقبل إنه هي مرحلة الاحتفال خلصت بس النجاح أو العيد أو فرحة كأس العالم أو أي شي نحن عم نمر فيه ولادة جديدة زواج خطبة نكون عم نعيش ثمرة هيدا الشي واللحظات اللي بيضلها ممتدة بحياتنا نتيجة هالإنجاز أو هالشي الحلو اللي نحن سعيدين فيه وعننا الخيار عطول نكون عم نعمل احتفالات بحياتنا بغض النظر إذا كانت فردية عائلية جماعية كل يوم فينا نكون نحن عم نحتفل ما يكون هيدا الشي عم بيوقفنا ويخلينا نحس إنه ما بدي تخلص هيدا الفرحة لما أرجع على حياتي العادية أو على الروتين اليومي كمان الروتين اليومي نحن بحاجة لأقل ونكون عم نعيش بثبات ونكون عايشين كمانها بالحاضر وباللحظة ونعمل مثل نوع من توازن وقت بدأ تكون الإشياء بدنا نفرح فيها ونعطيها زخم أكتر نعطيها حقها وطبعنا نعيش بهدوء أكتر ونمشي مثل ما عطول بقول حسب نحن شو نرتاح حسب كمان تقوص الطبيعة ودورات الطبيعة هلأ نحن بدينا فصل الشطة من بعد فصل الخليف هلأ الجو بارد بدنا نرجع لجوبة على حالنا أكتر على الإشياء اللي بتدفينا على الهدوء نمشي مع دورة الطبيعة كيف هي يعني نطلع برا حسب كل حدا وين البلد اللي موجود فيه أو موجودة فيها ونشوف شو فينا نكون عم نتعلم من طبيعة فصل الشطة وين بمحلات نحن بدنا نخفف وطرتنا السريعة وين بدنا نهدى وين بدنا نخطط لأنه كمان من بعد فصل الشطة في فصل الربيع كيف هي نكون عم نعيش كل مراحل فصل الشطة بهدوء بثبات نرتاح النام كفية نغزي حالنا ندفي حالنا وشوي شوي يكون عم نمشي مع حالنا نكون عم نحضر لبداية جديدة بفصل الربيع كمان ما نكون عم نستعجل المراحل فمهمة كتير بهيدا المرحلة نحاول نخلق هدوء داخلنا فبغض النظر عن الزخم والضوضاء والموسيقى والضجة والحركة السريعة اللي عم بتصير احوالينا وين ما كنا نحن عم نحتفل أو شو ما كان الاحتفال اللي عم بيصير اليوم مش بس عم بحكي عن الاعياد اللي قادمة أو الفترة اللي انتهى فيها المونديال أو كأس العالم هيدا الشي بينطبق على كل الاحتفالات الموجودة بحياتنا فشو ما كان الحركة السريعة أو الطاقة السريعة لحوالينا نحنا فينا نكون عم نهد من جوا لأنه بالآخر نحنا منختار كيف بدنا نعيش مثل ما عالطول بقول وقتا نكون بزحمة السير فيكون في زحمة السير وين ما كان بس نحنا طريقنا فاضي وطريقنا هائي ماشي منيحة ومرتاحة إذا نحنا كمانا مرتاحين من جواتنا فعالطول نحنا فينا نكون عم نعمل شفت للطاقة ونقلو بالطاقة حسب كيف نحنا منرتاح ناخد من هيدا الطاقة اللي بناسبنا نترك اللي ما بناسبنا ونخلق الواقع اللي نحنا منحب نكون عم نعيش فيه عم نحتفل فيه وعم نقضي فترة ما بعد الاحتفال كمانا بطريقة حقيقية مع حالنا حتى إذا كنا حزنين حتى إذا كنا تعبانين كمانا ما نخجل نقول إننا نحنا حاسين بفرق حاسين بغياب معين حاسين بنوستالجيا أو بحنين حاسين بتعب حاسين بدنا نبكي عم نستفقد للشي معين فينا ومهم إن نكون عم نعبر عن هيدا المشاعر لنكون عم نمر فيها بطريقة صحيحة وهادية ونسمح لهذه المشاعر تطلع لبرة لنكون عم نقدر نتخطاها ما نكون عم نخزنا جواتنا أو عم نهرب بنا بطرق بدل ما تفيدنا بتكون عم بتعبنا أكتر وعم تستنفي طاقتنا أكتر وأكتر كتير مهم كمانا بمرحلة الاحتفال إذا كان عنا أطفال نراعي هيدا الموضوع ونشوف كمانا أطفالنا لشو بيرتاحوا يعني ما نخدم معنا بزحمة العيد أو بعجعة العيد أو بحية احتفال نخدم معنا بمعنى نخدم مع هيدا الطاقة السريعة إذا هن بيفضلوا أكتر المحلات اللي فيها هدوء أو المحلات اللي ريئة أكتر أو ما فيها ضوضاء وفيها ضجة كمانا مهم نحنا ناخد هيدا الشي بعين الاعتبار وننتبه مش لأنه نحنا منحب شي معين نجبر كل أفراد العيلة بهيدا الشي كمانا نشوف شريك حياتنا إذا مزوجين أو إذا مرصبتين بعلاقة كمان شريك أو شريكة حياتنا هن شو بيحبوا وشو بيفضلوا كمانا مش نجبر أي حدا بطريقة نحنا منفضلها لأنه هيك نحنا منرتاح نشوف وين فينا نوصل على النص بمحل يكون لكل عم بيحتفل بطريقة بتريحه بطريقة لكل يكون فرحان مش حدا عم بيساوي مع أساب حدا تاني وبعدانا من بعد الفرحة أو الاحتفال نرجع نصير يصير في خناقات بين بعضنا أو لزعات بين بعضنا أنه أنا كنت تفضل هيك أنت بتفضل هيك أخدتني بالقوة أخدتيني بالقوة أو كمانا نشوف ولادنا عم بيقطعوا بالمرحلة اللي بتكون تالي للضجيج وللموسيقى العالية وللأحتفلات العالية هي كمانا فيها تكون عم بتأثر عليهم وتعملون over stimulation بيصيروا عم بيعملوا tantrums عم بيبكوا ما عم بيسمعوا شو عم نحكي معهم هالراش أو هالسرعة اللي بتصير كمانا نكون عم نتنبهلة بلاحظة الفرحة تكون عن جد أوقات منتاخذ بلاحظة الفرحة بننسى اللي موجودين حوالينا ومنصير بدنا إياهون كلهم يكونوا عم بيحتفلنوا مثلنا على نفس الوطيرة بس لأنه نحنا كل حدا منا بيتميز بفرديت ومهم نعرف كل واحد شو بيحب وشو بيفضل ونحترم هيدا الشي ما نجبر حدا ولا نعمل نحنا أي شي مساوى ما نكون عم نرضى الآخرين بالاحتفالات اللي منحب نكون عم نمر فيها أو عم نعيشها كلنا مع بعضنا هيدا الأسبوع من بعد نهاية كأس العالم والاحتفالات الكبيرة اللي صارت خاصة أنا ممكن بالأرجنتين أو بالبلدان اللي كانت فيها ناس عم بتشجع المنتخب الأرجنتيني في كتير ناس من بعدها بيومين ثلاثة بلشت تحس بفراغ بكآبة بحزن حتى الناس اللي كانت عم بتشجع منتخبات تانية أو بلدان تانية أو عم بتشجع منتخب بلدها بيزخم الكأس العالم والحماس العالي عم بحكي عن الناس اللي كتير بتحب كرة القطم والكتير بتتحمس وكتير بيكون عندها شغف إن كانت موجودة بقلب الحدث بقطر أو داخل الملاعب أو كانت عم بتتابع من بيوتها أو من بلدان تانية كمان هيدا الزخم الشهر السريع اللي قطع كل يوم كان فيه مباريات لحد ما صارت عم بتخف شوي شوي لتوصل لربع النهائي والنص النهائي والنهائي فكمان فيه ناس بلشت تحس كأنه كان فيه شيء معبيلنا حياتنا ولهينا وعم نتسلى فيه كتير وكتير فيه حماس وكتير منفعلين وفيه شغف فيه ناس حافظت عهيدا اللحظة وفرحت فيها وكانت ممتنة لقلة وعطت حالة يومين ثلاثة ترتاح ترجع تكون عم بتكفي حياتها بس فيه ناس آخرين حسوا بيفراغ كتير كبير بتعب تعب طبيعي من بعد كل حماس فيه تعب لأنه جسمنا كمان الهرمونات كيف بتعلى وكيف بتوطى كمان بتأثر علينا من هيك مهم من بعد كل احتفال نحنا نعطي وقت للنوم للراحة للهدوء لكمان جسمنا يعمل بروسس يعني هيك يستوعب اللي صار ويبلش هيك يفند الاشياء شوي شوي نشوف شو بدنا ناخد وشو بدنا نترك خاصة للناس اللي كانت عم بتسافر من بلدين لبلدين ومن قرارات لقرارات كمان في عندها جاتلاج في عندها فرق الوقت في عندها الساعة البيولوجية كيف كانت عم بتتغير في ناس اللي كانت عم تصهر اللي تكون عم بتتابع أوقات المباريات كمان اختلفت نومتها اختلفت وقيتها كل هيدا الاشياء بدنا ناخدها بعين الاعتبار فكل حدا عم بيمر بهيدا الفترة بخيبة أو بشعور بالحزن أو بالفراغ المهم نعملو انه نكون صراحين وحقيقين مع حالنا شو الشي اللي عم نحسو هل هو فراغ لأنه مشتقين كنا لهيدا الزخم الكتير عالي والطاقة الكتير عالية هيدا شي طبيعي مهم نعرف انه هيدا شي طبيعي وكلنا منمر فيه من بعد أي شي يهل قد فيه وحماس نعطي حالنا وقت اللي حاسينه لأنه كان أساسا عنا فراغ بحياتنا وعبيناه واستغلينا فرصة المونديال أو كأس العالم نكون عم نعبي أو نملي وقت الفراغ اللي موجود كان بحياتنا ونكون عم نلتهي بهيدا المباراة وبيه كمان هال الدوبامين أو هال الأدرينالين اللي عم تعطينا هال كل شي عنا عم بيكون عم بيعلى ان كان بالخوف بالحماس للفريق اللي منشجع وبالخوف وانه الفريق اللي عم نشجره يكون عم بيخسر كل هيد القصص اللي نحنا عم نحسها كمان نسأل حالنا ونكون هون حقيقين بالجواب مع حالنا هل نحنا كنا عم نستغل هيدا الشي لنهرب من الاشي اللي بيتخلق لنا فراغ بحياتنا أو لموجعبتنا أو لي كنا بدنا ننسيها وإجت مباراة كأس العالم أو القصص اللي كنا عم نحضرها تتعطينا هيك شوية تمليلنا هيدا الفراغ كمان هون بدنا نسأل حالنا شو بالأساس خلق لنا هالفراغ ومن وين جاي هيدا الفراغ وكيف فينا نكون نحنا عم نشفى هيدا الشي وعم نتعاطى معه ويمكن بمساعدة اختصاصيين يخلونا نفهم لأنه وقت ما بنعرف من وين جاي هيدا الفراغ ومن وين بدأ هيدا الفراغ العاطفة يمكن كنا قبل عم نعوده بكترة الأكل يمكن برياضة المبالغ فيها عم نحس بفراغ حتى هيدا الأشياء نحنا بنكون حقيقيين مع حالنا ونكون عم ننتبه أنه كل شي من روح فيه للآخر ومن سير عم نعمله لما نكون بس قاعدين مع حالنا وعم نفهم إذا عنا لحظات فراغ عم نهرب منا هيدا الشي ما رح يساعدنا لأنه أي شي حتى عم نحط فيه مجهود إن كان شغل إن كان برودجكت إن كان مشروع إن كان شي بالعيلة إن كان فيه ناس من روح لعندهم ونقبرة منها نحنا بمحل رح نرجع نقعد مع حالنا ورح يكون عندنا هاللحظات الفراغ مهم إنه نواجهها ونتطلع عليها ونشوف من وين هي جاية وكيف فينا نتساعد لنكون عم نشفي جزورها نفهم المشاعر اللي عم تعطينا إياها نتصالح مع هيدا المشاعر نحتضنها نتصالح معها نظهر أو نتحرر من الشي اللي نحنا لازم نتحرر منه بطبيعة هيدا المشاعر ونشوف كيف فينا نكون عم نعبّي وقتنا بإشياء بتفيدنا أكتر بإشياء بتسلينا بإشياء نقبل حتى أنه كل شي بنعمله في عنده نهاية يعني حتى لو رح نعاد جيم ساعة رح يتخلص هيدا الساعة حتى لو رح نعملنا شوبينج رح يخلص الشوبينج حتى لو رح نقعدنا مع ناس منحبهم كل السهرة كمان هيدا الشي رح يخلص سو كيف فينا نكون نحنا عم نعبّي إشياء بحياتنا عن وعي وعن إدراك فيها فراغ لأنه هيدا الفراغ هو اللي بيريح لنا دماغنا بيريح لنا جسمنا أوقات بيعطينا إلهام إنه بيلهمنا إنه نحنا نبدأ مشروع جديد نشتغل على فكرة جديدة نشتغل على حالنا أكتر ضروري جداً يكون فيه أوقات فراغ بحياتنا بس هي بتختلف عن الفراغ اللي جاي من إشياء مواجعتنا فراغ موجود جواتنا كان بالحياة من الأساس لأنه نقصنا حب نقصنا عاطف نقصنا شعور بالأمان أو لأنه فيه شخص فأدنى بحياتنا إن كان توفى إن كان بطلنا معه أو معه بعلاقة إن كان سافروا وعن بيعطينا هيدا الشي كمانا شعور بالفراغ كل هيدا الإشياء بدنا نفكر فيها ونشوف كيف نكون عم نتدركها ونفهمها ونحكي عنها بمحلات عند اختصاصيين أو اختصاصيات فيه وعن جد يكونوا عم بيدلونا على الطريق الصحيح لنقطع بمرحلة التشافي وعلاج من هيدا الشي شوي شوي ونحنا نشوف كيف هالفراغ اللي جواتنا يكون عم نملي بطريقة نحنا بتريحنا نحنا منحبه مش لأنه كمانا قالولنا يلا روحوا عملوا هيدا الشغل وعبوا الفراغ بتتسلوا يمكن اللي بنسبني أنا عب فيه وقت فراغ ما بيناسب زوجة ما بيناسب إختي ما بيناسب خي ما بيناسب بنت الجيران ما بيناسب رفيقتي كل حدا كمانا شو اللي بيحب يعملوا يكونوا عم بيعملوا مش كمانا عم نعب أوقاتنا بس لمجرد نكون نحنا عم نهرب من حالنا أو بركة هيدا الطريقة هي اللي بتناسبنا كل واحد يسأل حاله أو كل حدا تسأل حاله شو أنا بحب شو اللي بيناسبني وشو اللي عن جد هيك بيعطيني شغف وحب من جوه مش بس يلا لنمر الوقت الوقت كتير مهم الوقت كتير ثمين الوقت كتير كمانا نسبة نحنا كيف منعيشوا لهيدا الوقت يمكن اللي فيكون ثلاث ساعات لشخص فيكون خمس دقاي إلا قلنا والعكس صحيح فنحنا نختار عن وعي وعن إدراك أي شيء بدنا نعمله بحياتنا وأي شيء بدنا نفهمه عن حالنا وأي شيء بدنا نحنا نكون عم نشفيه ليكون كمانا عم نمر بهيد المراحل بوعي كل شيء من يكون عم نعمله بوعي إن كان الاحتفال إن كان التشافي إن كان العلاج إن كان النوم إن كان الأكل إن كان أي فرحة أي شيء عم نعمله الشوبينج كل شيء بنعمل عن وعي هو أكتر عنده إيمة أكتر وعنده نتيجة فعالة أكتر وبيملينا من جوه أكتر وأكتر حتى اللاعبين اللي كانوا عم بيلعبوا بكرة القدم بكأس العالم هن كمانا بالرغم لهن يعني يمكن أكتر أشخاص بيحسوا بزخم كتير عالي وعم بيرجع يخف هيدا الشي عندهم خاصة اللي كان عندهم شعور بالخذلين إنه ما كفوا للآخر أو ما وصلوا للمرحلة أو نتيجة اللي كانوا هن بيحلموا فيها أو المتوقعين حتى هؤل الأشخاص كمان بيرجعوا وبيرتاحوا وبياخدوا وقت قبل ما يكونوا عم بيرجعوا يتدربوا ما فيهم تكون الإشي عم بتكون كلها سريعة بين بعض فمش غلط ومش عايب نقول إنه نحنا حزينين زعلانين مهم نعرف نحط كلمات على هيد المشاعر اللي عم نحسها ومهم إنه نقبل نعطي كل شي وقته حتى القصص اللي خذلتنا أو اللي ما برعنا فيها متل ما نحنا كنا منحلم أو اللي ما حققنا الشي اللي نحنا كنا نرغب نحققه باحتفال معين بتوقع معين كنا عبالنا نعيش على هالمرحلة بطريقة معينة كله نشتغل إنه كنا عم نقبله شوي شوي هيدا الشي اللي بيخلينا كمان نتساعد إن كنا عم نحس بمرحلة كآبة أو حزن كان بدنا الإشياء تكون بطريقة مختلفة أو الاحتفال يكون بطريقة مختلفة أو مش هاي كنت الإشياء رسمينا براسنا كل ما نقبل بتكون مرحلة التحرر سهلة وسهلة وعلى طول نتطلع على الإشياء الحلوة اللحظات الحلوة اللي عيشناها شو هي الذكريات اللي نحنا بنينيها بهيدا الاحتفال أو بالعيد أو بهال نهائي كأس العالم أو بمباريات كأس العالم شو هن اللحظات اللي كانت كتير حلوة عطتنا زخم عرفتنا على ناس جديدة تعرفتنا على عادات جديدة على تقليد جديدة على أكلات جديدة على مطابخ جديدة أي شي نحنا عشنا بهيدا المرحلة تعرفنا يمكن على ناس محل ما كنا عم نحضر المباريات أي شي حلو لحظة الفرح اللي عشناها ونحنا عم نشجع المنتخب اللي بنحبه ونتركه منذكرة حلوة هيدا الشيء كمانا بيعطينا بيملينا من جوة بيعطينا اشياء حلوة بنرجع نستذكرها بعد سنة او بعد شهر ونكون عم نترك هيدا الجانب الحلو والاشياء اللي ما كانت حلوة او مش متل ما احنا كان بدنا اياها نقبلها وشوي شوي يكون عم نسمح لها بالرحيل لما نكون عم نخزنا ونخزن طاقتها جواتنا وبتصير عم بتعبنا اكتر وعم بتحزننا اكتر وعم بتخلينا نحس انه لكأنه السيانين على حالنا كل الوقت كان بدنا شيء افضل من هيك بس صار عكس ما نحنا متخيلين وهيدا الشي بينطبق على كل شيء بينطبق على ان كنا عم نحتفل بكأس العالم ان كنا عم نحتفل بعيدنا بعيد ميلادنا نحنا ان كان بأي مناسبة دينية او اجتماعية او وطنية على طول فيه توقعات على طول فيه تخيلات معينة فيه اشياء بتثبط مثل ما بدنا وفيه اشياء لأ احسن شيء فينا نعملو ان نكون عم نقبل ونعبر وشوي شوي نعطي حالنا وقت لا نكون عم نعمل digestion او process او هيك مثل عملية هضم لكل هالمشاعر الكبيرة اللي حسينا فيها لجسمنا يكون عم بيهداء شوي شوي مش نرجع نعطي دوز جديد او هيك راش جديد ليكون بس ما عم نسمح لحالنا انه ما بدي روح هيدا فراغ خليني هلأ اركض على اي شيء بعبي لهيدا الفراغ مثل اللي عم بيركض من علاقة لعلاقة لما يحس بهيدا الشعور بالوحدة هيدا الشي ما بيساعد بمحل مثل الطبيعة مثل ما فصل الصيف كان فيه زخم كان فيه وطاقة كتير عالية كتير مرتفعة بعدين اجا فصل الخليف شوي شوي نكون عم نهدى وبعدين هلأ اجا فصل الشتسو كل شيء بطبيعتنا وبالحياة اللي عايشين فيها وبالأرض اللي عايشين فيها بيمروا بمراحل بدنا نكون احنا عم نقبل يعني نتطلع احوالينا نتعلم من هيدا المراحل انه نعطي وقت للهدوء للراحة للنوم للتقبل وللتحرر من اي شيء ما بقى يفيدنا وشو ما كانت العواطف اللي عم نقطع فيها بكل مرحلة من هيدا المراحل نسمح لها تاخد وقتها ونحكي فيها ونعبر عنها واي خسارة ما كنا راضين عنها او اي نتيجة ما كنا راضين عنها او اي تلك قسار او اي خيبة امل عم نمر فيها نتيجة هالاحتفالات او نتيجة هالهدف اللي كنا نحنا حطينه قدامنا نقبل نحكي فيه مع الناس عن جد فيها تكون عم بتساعدنا منعت الموضوع كتير اكتر من حجمه لانه بمحل رح كتير عم بيتعبنا وعم بياخد مننا طاقة كتير وما حنعرف نرجع نلاقي حالنا كيف نرجع على طريق الرجعة اللي بتخلينا نرجع نسترجع حياتنا اليومية او روتيننا اليومي يعني ما نغرق للاخر بهيدا شي نعطي الأمور وقتا وبس نحس انه ما عم نعرف نرجع نطلب مساعدة مش غلط نطلب مساعدة ومش عايب نقول انه نحنا عم نمرق بفراغ لانه خلص المونديال مش عايب نقول انه نحنا عم نمرق بكآبة لانه خلصة الاحتفالات يمكن هيدا الشي بيدل على كتير قصص موجودة جواتنا كانت مراكمة وحطينا نحنا عجنب واجت هالنهاية نهاية الاشياء اللي صارت رجعت وعط لنا نهيات قديمة نحنا مش متصلحين معه او فراغ قديم نحنا مش متصلحين معه فمشان هيك كتير مهم انه كل شي عم نشعر فيه نحكي مع حالنا نحكي على صوت عالي نسأل نكتب عبر او قلم هيدا الشي بيخلينا نقشع بوضوح اكتر واكتر اوقات مثل ما عطول بقول مش تغري بيطلع الجواب اوقات بيطلع بعض النهار او بعض النهارين لنكون احنا رقنا وهدينا وجسمنا ارتاح اكتر واكتر للناس اللي عم تحتفل هلأ بعيد الميلاد او برأس السنة الميلادية كمانا كتير مهم نعرف انه اجمل الاحتفلات هي اللي منحتفل فيها برجع بقول نحنا وعيين ونحنا مدركين والاحتفلات اللي عن جاد بتعطينا مش بس فرح وزخم من جو بتعطينا كمانا راحة نفسية لانه نحنا سعيدين بهيدا اللحظة اللي عم نعيشها كيف ما كنا منحب نعيشها فيه ناس بدل الاحتفالات مثل ما قلت اللي كتير عالي وكتير فيها موسيقى وكتير فيها شوبينج ودهرات وروحات ومجيات والسواقة على الطريق وحسوا بهالفرح بزحمة السير وعم بيشتروا هدايا كتير وعم بيخططوا لطريقة الاحتفال عم بيحضروا أكل عم بيحضروا عاشا It's okay هايزا هن الأشخاص بيحبوا يحتفلوا بهيدا الطريقة وهن وعيين انه عم بيعملوا هيدا الشي لأنه هن هيك بيحبوا هيدا شي منه غلط فيه أشخاص بيحسوا انه نحن ما بدنا نفوت بكل هيدا الموجة بدنا نعيش بوطيرة أهداء نحضر عرواء أكتر نحضر بهدوء ما يكون فيها تزخم هالدوضاء يمكن بموسيقى هادية أكتر يمكن بطريقتهم الخاصة أكتر ببيتهم مش بالمطاعم بعيلة صغيرة مش بعيلة كبيرة حسب كمان وين كل شخص موجود بأي عيلة بأي بلد فيه ناس ممكن ما قدرت تسافر تجتمع مع عيالها فيه ناس صار في أي شي عرقل سفرتها كمان فيه مشاعر كتير فيها تكون مختلطة بهيد المناسبات بهيد الأعياد فنسمح لحالنا نحس بهيد المشاعر نعبر عن شو اللي عم بيزعجنا إذا ما دعومين على مكان ونحن ما منرتاح نكون بهيدا المكان لأنه فيه والموسيقى كتير عالية فينا نكون عم نعتذر إذا ما دعومين على مكان فيه ودخان كتير الناس بتدخن أو بتاخد أرقيلة ونحن ما بيريحنا هيدا الشي فينا نكون عم نعتذر إذا ما نحس إنه فينا نروح فترة نقضي ساعة ساعتين نرجع نعتذر ونحن نرجع نحتفل أو نكفل احتفال على طريقتنا الخاصة ببيتنا كمانا مشغلط كل واحد بيلاقي اللي بيريحه ولي بيناسبه مهم إنه ما يكون عم نساوم على هيدا اللحظات لأنه مش بس تخلص أو تخلص الأعياد نقول ياريت عملت هيك ياريت عملت هيك وكل سنة بقول لها حالي ما بقى تروحي لهيدا المحل ما بقى تعملي هيك ما بقى تتركي حالك لآخر دقيقة ما بقى تقبل تكون عم بتساوم على شيء أنت ما بتحبه ونرجع نكون عم نندم فنكون حقيقياً مع حالنا ونسأل حالنا لو حتى قبل بساعات وبدأ أي قليلة قبل الاحتفالات وقبل العيد إذا هيدا الشي مريحنا بنعمل وإذا مش مريحنا بنعتذر عنه بكل بساطة لأنه بالآخر بالآخر صحتنا النفسية وصحتنا العاطفية أهم من أي شيء تاني عم بيصير حولينا وفينا نكون نحن عم نحتفل مثل ما نحن منحب إذا كان في برجع بقول أطفال بعيدتنا كتير مهم أنه نخبرهم قبل بوقت وين نحن راحين وكيف راحين نحتفل إذا كان الاحتفال ببيتنا أو نحن مدعوين عند ناس معينين أن نكون عم نحتفل معهم كان عائلة ولا أصحاب ولا أي مكان مهم نحضر الولد قبل أسبوعين ثلاثة حتى شهر شوي شوي لأنه هول التغييرات فيها تكون كتير كبيرة بالنسبة لقلهم وتعملهم كمان شوي عجقة جواتهم وبراسهم وبطاقتهم فإذا نحن محمسين لشي ممكن هنما يكونوا محمسين بنفس الطريقة أو العكس صحيح يكونوا هنما كتير محمسين ونحن طاقتنا أبطأ من طاقتهم فنحس أنه هن بيحماسهم عم بيكونوا عم بيزيدوا من حماسنا أو يأثروا على طريقتنا نحن كيف نتفاعل مع الأشياء الحكي والتواصل كيف عم نحضر كتير مهم يمكن هلأ الحلق عم تطلع بآخر ليلة قبل العيد بس أنه هذا الشي بينطبق على كل المناسبات بحياتنا مش بس عم بحكي عن عيد الميلاد أو عيد رأس السنة الميلادية على كل شي نحن بحياتنا بدنا نعمل أي دعوة أي حفلة زفاف أي سفرة بالصيفية نسأل حالنا ونسأل أولادنا ونخبرهم ونحكي مع شريك أو شريكة حياتنا نشوف كلنا شو منحب نعمل ما نعمل شي كلمة للسوشيل ميديا ما نجبر أطفالنا بإشي كلمة للسوشيل ميديا صحة الأطفال النفسية المنتل هيلث أقولون أهم من أي لايك على السوشيل ميديا وأهم من أي شي يكون فيرل على السوشيل ميديا مش نجبرهم يكونوا عم بيتصوروا مش نجبرهم نلبسهم اشياء معينة ناخدهم على مناسبات واحتفالات معينة لا يكونوا عم بيصوروا يكونوا هنا ضمن هيدا التراند أو ضمن هيدا المجموعة أولا نحط نحن صور لقلنا ونكون عم نتباهيها فيها على سوشال ميديا لأنه هيك الاشياء حلوة فيها تكون حلوة مثل ما هي فينا نروح على حفل عشا فينا نروح على مهرجان عم بيصير على معرض عم بيصير على حفل موسيقى أي شيء ونعيشوا بلاحظته منذ ما يكون اللي عم نصور ولا عم نحط صور ولا عم نطلع لايف على السوشال ميديا ويكون هيدا الشي عم بيعطينا الفرحة اللي نحنا بدنا إياها مش مهم إذا العالم عرفت إذا نحنا رحنا على هذا المحل ولا ما رحنا مش مهم العالم تعرف كيف احتفلنا أو كيف ما احتفلنا مهم نحنا نحن نكون عم نحب هيدا اللحظة وعم نعيشها بصدق وبيحب وبيشغف مثل ما نحنا منحب فوقت يكون في عنا أطفال كتير مهم إنه ما نعجقهم معنا بالعجقة اللي نحنا مبسوطين فيها يمكن نسألهم إذا بيحبوا يروحوا مثلا هيدا الفترة ببيروت في كتير احتفالات العيد الميلاد فيه أولاد ما بتحب تشوف الأشخاص اللي بيلبسوا على شكل سانتا أو الألفز أو ماسكوت أو كاراكتر معين من أفلام معينة بيحضروها الأطفال يمكن بيخافوا منها فيه أولاد بتزعجهم الموسيقى العالية وللأسف كل شي هلأ عم بيصير فيه موسيقى كتير عالية أوقات منا موسيقى مخصصة للأطفال فيه أطفال ما بيحبوا يكونوا بجامعات كتير وعجقة بيحبوا هن يكونوا على رواء قاعدين على طولتهم عم بيعملوا النشاط اللي موجود بالغرفة اللي هن عم بيعملوها مهم إنه نسمع لطفلنا ونحنا منكون أكيد منعرف طفلنا أكتر من أي حدا موجود بالنشاط اللي عم بيقدموا مش يعني إذا قلنا يلا جيبوا للولد وفوتوه قعدوه مع الكل وخلي يعمل هيك وخلي يعمل هيك نعمل هيدا الشي غصب عن الطفل نحنا اللي بنعرف وين حدود طفلنا أو طفلتنا شو بيحبوا وشو ما بيحبوا وما نسمح لأي حدا اللي قلنا يلي ابنكم أو بنتكم ما عم بيختلتم مع باقي الأطفال أو نجيبهم بالقوة يكونوا عم بيشاركوا بالنشاط هيدا الشغلة رح تخلق وجع عند الطفل رح تخلق عنده مشاعر كتير كبيرة رح تخلق عنده أوقات تروما إذا كان في شي بيخوفه أو بيكون عم بيخلق له نقزة معينة مهم نحكي مع الطفل نحضره وين رايحين ونسأله إذا بيحب ولا ما بيحب وأي أنزعاج بفرجي الطفل نكون نحنا عم ننسحب من المكان وين ما كان هيدا المحل نترك له مساحة قامة يكون عم نقدر نقعد فيه نحكي معه بهدوء نعطيه غمرة نسمع له أو نسمع له لمشاعرون مهم نسأل العالم اللي رايحين لعندهم كمانا شو مقدمين بهيد الحفلة إذا عدعيننا على حفلة عيد ميلاد على أي مهرجان أي شي عاملينه كمانا شو فيه شو مقدمين شو نوع الموسيقى شو نوع الأكل إذا فيه ناس عم بتدخن إذا فيه كلاون مثلا فيه كتير أطفال بيخافهم من الكلاون كمان نسأل ونحنا بالآخر بنختار ونحنا بالآخر يعني ما نكون عم نعمل هيدا الشي بس لنرضى الآخرين أو لأنه نحس بالخجل دعيونا على هالحفلة ونحنا مرحنا الأولوية هي صحة أطفالنا وهن شو عم بيشعروا بالداخل مش نحنا كيف منا نرضى العالم أو لأنه هلأ موضة فيه هالحفلة اللي صايرة بالمدينة أو بالبلد أو باللي نحنا فيه وكل العالم رحت عليه وكل العالم حاطة صور على السوشال ميديا معقول نحنا مرح إذا أولادنا ما بيحبوا ونحنا ما منحب أو نحنا ما منحب نحط أولادنا بهيدا الجو لأنه كمان فيه أهل عندهم خيارات معينة فينا كون عم نستغني عن هيدا الشي ونعمل شي بديل فيه ويكون نفس الفرحة ونفس البهجة تبع العيد ونحافظ على رونة العيد بس بطريقة فيها هدوء أكتر فكمان الحياة فيها خيارات ونحنا من نقل الخيار اللي بنسبنا بغض النظر شو عم بيصير حوالينا إذا فيه مثلا ألعاب نارية إذا فيه في لبنان بيصير في ألعاب نارية وبيصير فيه قواص يعني على فترة مباراة كأس العالم كل يوم كان فيه إطلاق نار للاحتفال للأسف إطلاق النار عم بيصير عم بيصير على كل المناسبات الحزينة والسعيدة فهيدا الشي كمان مزعج للأطفال مزعج للحيوانات مزعج حتى لقلنا ككبار فكمان نسأل إذا فيه ألعاب نارية ومنعرف أطفالنا بيخافوا وبينقزوا من أصوات الألعاب النارية كمان نعتزير أو ننسحب قبل ما يبلشوا وقت الألعاب النارية ونسأل فينا بيحقلنا أنا بدي أخد بنتي أي محل بيسأل كله التفاصيل بيصير مزعجة ممكن أوقات قد ما بيسأل بس لأنه بالآخر بيهمني صحتها النفسية وعواطفها وهي تكون مبسوطة ومرتاحة إذا بعرف أنه هيدا المكان فيه كذا شرط ما بيتلقى مع كيف نحنا منحب نربيها وهي شو بتحب بعتزر بكل سهولة حتى طبيعة الأكل أوقات أنا بيخد للأكل اللي هي بتاكله معنا خاصة من الأصص اللي فيها كتير سكر وإشياء ملون وإشياء ملنة صحية تفوت على جسمها وقصص بتهايبر لولاد بتخلق لونطاقة هني مش ملنة صحية يعني كمان مش غلط وما نخجل نقول أنه ولا أنا جايب الكوكيز تبع بنتي معي اليوم لأنه هي ما بتاكل من هول الكوكيز فنكون صريحين ونكون كمان مارينين يعني إذا الولد استحلى شي وحسينا أنه إذا أخد هاللقم الصغيرة إذا ما عنده عليها طبعا حساسيات أو شي منه لجسمه مناسب إذا حاب ياخد قدم صغيرة أو كتش صغيرة يكون كمان عم نسمح بهذا الشي ونفسر له قبل ما نروح أو نفسر له كمان نكون بمحل نشوف شو القصص اللي إحنا فينا نقبل نخليها تصير في القصص اللي أبدا مش مسموحة تصير كل شي يكون فيه حكي قبل وتواصل ووضوح لما يصير فيه مفاجآت بأي احتفال نحن عم نمر فيه أو اخدين أطفالنا عليه إذا الأطفال حسوا بمشاعر كتير كبيرة أو فجأة صاروا عم بيبكوا أو عندوا عشاغلة معينة أو ما بقى عم بيحتفلوا مثل بقى الأطفال أو ما عم بيمشوا مثلا الكل عم بيرقصوا بيغنوا بس إني ما بدوا من يرقصوا يغنوا أو لأنه بيصير هواقات مزوجين من الموسيقى العالية في شي جوا ما بيعدوا عم بريحهم نحن إذا ما كنا مرتاحين بياخدوا الطاقة أو المشاعر تابعولنا نسمح لهم أنهم يبكوا نسمح لهم نروح على جنب ونحكي نحن وياههم نعطيهم غمرة مش نصير عم نجبرون أو نعصوا عليهم أو ننفعل عليهم لأنه هن لازم يكونوا مثل الكل بهيد المناسب ولازم يرقصوا مثل الكل ولازم جبنالهم أحلى التياب وجبنالهم الكوستوم اللي لازم يروحوا فيه أو التياب اللي يروحوا فيها على هيد الحفلة بس ما كانوا مرتاحين حتى وقت بحفلات المدرسة اللي نظمة المدرسة فيه الولاد الولد إخريدي ما يحس حاله مرتاح يطلع على المسرح ويغنم على الكل فيه خاف يكون عنده رهبة نسمع لهول المشاعر ونحط القيمين على هيد المناسبات أو الاحتفالات أنه ابني أو بنتي عندهم واحد اثنان ثلاث في بليز يعطون مساحة خاصة ونكون نحن حواليون هيدا اللي بعمله أنا شخصيا ومما أخد ياسمينة غير أنه بكون مأكدة يعني عشر تلاف بالمية شو موجود بهيد المناسبة وفي قصص بالآخر يعني لا حول ولا قوة إذا صارت ما عندي عليها كنترول بجريبش لقي شو الطريقة الأأمن لأنه طلعها من هيدا الشي أو إرجع أحكي أنا وياها أو فسر له فكتير مهم أنه يكون فيه متابعة ويكونوا عيوننا عشرة عشرة ومنتبهين لشو أولادنا بيرتاحوا لشو نحنا نرتاح بالآخين إذا ما حبوا إذا بكيوا إذا صرخوا كمان أنا أعطيهم مساحة نحنا ككبار منتضيق من أوقات مناسبات منكون فيها ما منكون مرتاحين من احتفالات منكون فيها ما منكون مرتاحين ومنحس يا لات فيها هلأ فل أو شو جابنا لهون أو لو كنت قاعد بالبيت أو قاعد بالبيت مش أحلالي كتير منا بيقولوا هيدا الجملة فشو حال أطفالنا بيدماغهم الصغير بيطاقتهم وهنا بيحسوا بالطاقات بعد بيسحبوا طاقات من الناس اللي حواليهم أكتر وأكتر فمتل ما من كم يوم حتيت بوست على انستغرام وقلت إنه أغلبية الناس اللي ما بتحب الاحتفالات أو بتتدايق منها أو بتكتئب أو بتنفر منها أو بتخاف أو بتضل بتفضل تكون لحالة هي نتيجة إشيا ولحظات عشوه هن وصغار ما نسمحلوني عبره عن مشاعرون يمكن صار فيه تراما معينة بهذا الحدث يمكن كان فيه شي خوافون كتير يمكن كانوا بتجيبكوا وما سمحوني بكوا يمكن انضربوا يمكن انتعرضوا لشي منه حلو يمكن صار عندهم خيبة أمل كتير كبيرة كان عبرهم يعيشوا هالحفلة أو هالعيد بطريقة مختلفة وما صار فيه متابعة لهالمشاعر اللي عم بيحسوها خزنوها جواتهم وما نحكى فيها وبقيت جواتهم وكل شي بيبقى جواتنا رح يضل يتكرر بحياتنا ورح نضلنا عم ننزعج منه لحد ما نقبل نهدى ونقعد ونتطلع على هيدا الشي ونتشافى منه فالأطفالنا اليوم مسئولية بإيدنا مسئولية بحياتنا ما نرجع نعايشهم اشياء نحنا ما منحب مش منتصلحين ممكن بعد معا أو ما منحب نكون عم بيرجعوا هنه يمروا فيها فالأعيات حلوة الاحتفلات حلوة مهم نحتفل مهم نمبسط مهم نفرح بس كمانا يكون بواعي وبيأدراك وناخد كل حدم من عائلتنا بعين الاعتبار شو بيحب وشو ما بيحب في ناس فيها تكون عم تقطع بمرحلة حزن لأنه فقدت ناس معينة بحياتها في ناس يمكن ما عندها القدرة المادية تكون عم تحتفل مثل غيرة في ناس عم بتعيش في عندها حضم مريض بالعيلة كمانا منحط ضغوطات على العالم ونجبرون على إشي هن بهاللحظة مش مرتحين بس لنكون نحن عم نخليهم يفرح ومنصير عم نعزمهم بالقوة وعم نجيبهم لعنا بالقوة أو على أي حفلة بس هنه بفضلوا يكونوا بمحل فيه هدوء أكتر كمانا مهم نراعي مشاعر كل الناس اللي حوالينا مثل ما نحن منحب نكون مرتحين نسمح لغيرنا يحتفل بالطريقة اللي هو أو اللي هي بتحب تحتفل فيها أنا كنت من زمان حس بي زخمة العيد لأنه كنت أترك حالي لآخر نهار لروح عامل الشوبينج ولجيب الهدايا لأنه بطبيعة شغلة ما كان يكون عنده إجازة ولا أي شي فأترك حالي للساعات الأخيرة ولأنه بيكون في استعجال وفي زحمة سار كتير كبيرة ومسيقة عالية بالمحلات التجارية أو بالمول كل هيدا الشي بيعطي دفع أكتر بيعطي زخم أكتر وإذا كنا منحب هيدا الشي فكتحس أنه هيدا هي فعليا لحظات العيد يعني حب الشهر كله طبعا ديسامبر بس تحس أنه هيدا اللحظات اللي أنا كتير بتعطيني هيك طاقة وقوة من جوا وقتها صار عندي طفل صار عندي طفلة ومعاد فيه يكون عم ممكن أظهر مثل ما بظهر قبل وأنا عم فدل أكتر للهدوء لأنه أنا كمان أتغيرت وفي قصة صرت تفضلة في قصة تخلات عنها فطريقة بالاحتفال صارت مختلفة أول كم سنة كتحس في شي ناقص في شي ماني عم بحسه شو هو هيدا الشي كتعم نبش عليه كل الوقت يعني حس أنه فيها اللحظة القوية اللي كتحسها بديسامبر وينية وما عم بقدر لقيها لحد ما لقاطت حالة وانتبهت أنه هي هيدا اللحظات السريعة قبل كم ساعة من الاحتفال اللي أنا بكون فيهون على الطريق أو بالمال أو بالشوپينج أو بالمحلات عم بشتري وكتير سريعة وكتير هيك فيها طاقة هيدا اللي أنا بطلت عم بحسه لأنه أنا اخترت بدائل تاني كنا عم بحس اللي بالعيد بهدوء أكتر براوية أكتر ما أترك حالي لآخر دقيقة كان بدي أعمل شوپينج حضر الإشي قبل بوقت وكون اللحظات التانية اللي عم بعيشة أكتر فيها هدوء يعني قاعدة مع عائلتي عم بحتفل عم اللحظات عم نحضر يمكن موفي أو فيلم منحب نحضره عم نعمل لعبة مع بعض نحنا عم نقضي وقت أكتر فيه نوعية مش فيه سرعة وفيه ضوضاء يمكن يكون حطيه موسيقى يمكن يكون عم نرقص يمكن يكون عم قاعدين عم نشرب شاي وعم نحتفل صارت البدائل عندي مختلفة أكتر وهيدا الشي بيعطيني هدوء أكتر فصرت انتبه وقول لح حالي وذكر كل العالم أنه لحظات العيد اللي حلوة مش كمانا يمكن اللي عم بيصير بره بيشجعنا وبيحمصنا وبيعطينا شعور حلو بس كمانا إذا غيرنا أو اخترنا بدائل تاني أو لقينا أنه نحنا منفضل الهدوء حتى بهذا الهدوء يكون فيه لحظة عيد كتير حلوة وروحية العيد هي نكون عن جد أنه نحنا عم نحس بالحب بقلبنا عم نحس بالنور عم نحس بالطاقة مرتفعة حلوة ما ضرورة تكون بمحفزات خارجية هي اللي بتخلص بعد خمس دقائق لأنه كان أنا بس يخلص العيد كتحس بي كآبة كتير كبيرة فهلأ صرت أكتر عندي وعي وبسمح لللحظات تكون ممتدة لأنه بعيشها كل لحظة مثل ما هي وبعطيها وقتها وبكون مستمتع فيها للآخر مش بنتر هيدا الساعات الأخيرة اللي كون أنا عم بحس بفرحة العيد من هيكي أنا كل سنة بديسمبر بفضلكون يمكن بس عم بشتغل لأول أسبوع من هيدا الشهر وبعدين أكون مع عائلتي يكون حاضرة أكتر مع نفسي وباللحظات اللي بحبكون أنا عم بعطيها وقت صهراني على رواء عم بسمع موسيقى على رواء عم بطبوخ عم بعمل إشي اللي بحبها بهدوء كامل مش باستعجال مش بعجلة فهيدا الشي عم شرككم فيه لألكون أي لحظة بتحبوا تعاملوها بالحياة لا تحتفلوا فيها أو لا تعيدوا فيها عملوها مثل ما أنتوا بتحبوا من جوا وجربوا تلاقوا اللحظة الحلوة أو هاللحظة الحب الحلوة تكونوا عم تفرحوا فيها وعم تعطوها كل الوقت يعني فيها تكون ديئة فرح أو ديئة حب أو هيكي لحظة كتير مؤثرة تعطوها كل الزخم وكل الحب وتحافظوا عليها كذكرى براسكم بتظلها هي الأشياء الحلوة اللي رح تتذكروها سنة بعد سنة أو بعد عشر سنين أو بسي تخبروها بعدنا أو تكتبوها أو تكتبو عننا فهيدا الأشياء اللي بتعطي روحية العيد احتفالاتنا مع عيالنا أو مع الناس اللي بنحبها شغلة كتير مهمة بس كمان نكون واضحين ونكون نحن عم نختار مع مين وكيف وش اللي بنسبنا وش اللي ما بنسبنا وش اللي بتعبنا بدنا هالسنين يكون عم نغيره وش اللي بريحنا كمان هيدا منا أنانية منا تخلي العيلة كتير مهمة روحية العيلة كتير مهمة بس ما تكون كمان نحن بمحلات في جو منا صحة نحن فيه بس نكون عم نقول أنه نحن مع العيلة نختار وين عن جد نحن بدنا نكون بهيدا النهارات اللي فيها احتفالات مهمة مرحلة كمان كوكب ميركوري أو عطارة كمان عم بيحضر حاله ليكون بريترو جريد من 29 ديسمبر أو كنون الأول لـ 18 شناير أو كنون الثاني أو جانيوري هيدا حافز جديد أو محفز جديد كمان بهيدا الفترة نكون أكتر عم نعطي وقت لنفسنا نتروى ما نستعجل أي شي كمان تفاديا لأي سوق تفاهم أو أي استعجال أو أي خنقات فيها تكون عم تخلق نتيجة العجل اللي نحن عم نمشي فيها بالحياة فخلينا نطلع على فصل الشيطة ونشوف كيف فينا نتعلم منه نتعلم من الطبيعة نتعلم من الحيوانات كيف كمان بيعيشوا هني فصل الشيطة شو نحن منحب نعمل نهدأ قدمة فينا ناخد أكل دافة نعمل كل يوم من عشية شاي أو أي نوع شاي منحبه فيكون مبنى على ما فيها كافيين أكيد زهورات بابونج لفندر خزامة كل حدا هو الشي اللي بيحبه ينسون شمر كل حدا شو بيحب يرتاح يكون عم بيشرب نعمل هيدا شي كل يوم هيك كروتين من عشية بحياتنا بيعطينا دفة بيدفيلنا جسمنا وبيخلينا هيك قاعدين عم نطلع على الأشياء بهدوء أكتر ونكون أكتر بتكون طاقتنا مرتاحة أكتر مع كل العجل اللي عم بتصير إن كان بالكواكب بالسماء أو إن كان بالزخم في عنا بداية أمر جديدة بليوم بـ 23 ديسمبر كمانا مع إنكلاب الشتوي اللي صار من يومين بـ 21 وكمانا الأمر الجديد وطاقة الأعياد وطاقة الاحتفالات كلها سوا كمانا فينا ناخد وقتنا إنه بهالمرحلة نقعد نخطط نكتب أحلامنا الجديدة أهدافنا الجديدة نعطيها وقتا نفكر فيها نحلم فيها أكتر وأكتر ونقامن بإنه هالروح وهالطاقة الكبيرة الموجودة اليوم مع تغير من فصل الخريف للشتة طاقة الكبيرة اللي بتعطيها الكواكب اللي بتعطيها الأمر اللي بتعطيها الشمس اللي نحنا منعطيها لبعضنا بوجودنا مع بعضنا الناس اللي منحب بعضنا فينا نكون عم نخلي أحلامنا تصير حقيقة ونخطط للإشياء اللي نحنا منحب بتكون عم بتكون موجودة بحياتنا بالعام الجديد فنستفيد من كل لحظة بالطريقة اللي نحن عن جد منحبها ونحتفل فيها ونعطيها زخمة اللي نحن منلاقيه الأنسب لقلنا. فبتمنى هيد المرحلة الأعياد ونهاية السنة بداية العام الجديد نكون عن جد عم بتعيشوها بهدوء وبسكينة وبسلام داخلة من جوا ومش لأنه آخر السنة يكون عم نستعجل الاشياء خلاص أنه هلأ ما رح بقى ناكل هيد الأكلة أو ما رح بقى نعمل هيدا النشاط أو لازم نخلص كل خياراتنا وكل أمورنا بهيد السنة هي رح يكون في نهار جديد وسبوع جديد وشهر جديد فينا نعيش فرحة آخر السنة وفينا نسمح لحالنا أنه نشيل ما انتهى نعطيه مجال ينتهي بالسنة الجديدة ما نستعجل حالنا ونحط ضغطات على حالنا إذا الناس عم تضغط حالها حوالينا مش درونكم نحن عم نمشي بهيد الطريقة فكمانا هيدا تسكير بسيط إن شاء الله تكون فصل شته دافة إن شاء الله تكون أعياد مباركة طائط حب كمانا لكل حدا موجوع بهيدا الشهر طائط حب لكل حدا حاسس إنه مش مرتاح بهيدا الأعياد صحيا جسديا نفسيا ماديا كمانا طائط حب ونور كبيرة خلينا نكون نحن الحب والنور اللي بدنا نشوفه من حوالينا ونكون عم نشاع حب ونور حوالينا للناس اللي بيحاجة لهيدا الحب ولهيدا النور طائط حب كمانا من أسباني احتفل بالعام الثالث على انطلاؤه كمانا بد أقول شكرا لكل الناس اللي حبت طائط حب لإستفادت من طائط حب لدعمي طائط حب اللي عالطول بتبعت وبتشاركنا قدية استفادت وقدية تغيرت إشياء بحياتها بدي أقول كل الشكر وكل الامتنان للكون وكل الامتنان لكل هالطاقة الحلوة اللي عم تجيين من الكون وعم تجيين من الخالق وعم تجيين من كل شي أنا ممكن كون عم مر فيه وعم بشارككم فيه وعم بيساعدكم انتوا تكونوا عم تطلعوا على حياتكم بطريقة مختلفة أو تبدلوا بحياتكم وعم بيجيكم تأكيد لشي انتوا أورادي بتعرفوه بس يمكن كنتوا بحاجة تقسموا لتأكيد معين فكل الامتنان كيف ما كان عم بيساعد طائط حب ووين ما كان عم بيساعد لكل مستمع ولكل مستمعة تعرفت عليهم شفتهم بالحياة خبروني قصصهم شاركوني قصص خاصة فيهم كل الحب للكون جميعا شكرا على سيئاتكم شكرا لحكواتي كمان إن شاء الله بتكون سنة جديدة فيها زخم أكتر ونجاح أكتر لحكواتي طائط حب للجميع حبوا حالكم احتفلوا بحالكم متما أنتوا بتحبوا متما أنتوا بترتاحوا وقد ما فيكن تنشروا حب ونور تبلشوا أنتوا بحالكم لتكون هيدا الشي عم بيتوزع للجميع بالدني طائط حب كتير كبيرة لصديقة لإلي فقدت طفلتها من حوالي شهرين ثلاثة بعد عملية جراحية وبعرف قد هي موجوعة وتعبانة وأي شي مش عم بقدر يكون عم بيعطيها الهدوء أو يمكن السكينة أو التقبل طائط حب كتير كبيرة لإليك هلا طائط حب ونور وسلام لروح ألا مارية إن شاء الله كمانا بتكونوا عم بتمروا بمرحلة العيد حاصين باحتضان من كل الناس اللي حواليكم بتحبكم لرفقتكم بهيد الفترة طائط حب لكل حدا عم بعيش مرحلة توفات أو انفصال كمانا وموجوعة بهيد الفترة وعم بيحس الاحتفالات منا حلوة طائط حب كتير كبيرة منكم مني لقلكم أنتو مش لحالكم بهيد الدنيا وإن شاء الله الأيام بتساعدكم أكتر تكونوا عم تحسوا بسلوان أكتر وبسلام داخلي أكتر وأكتر لقون الأسبوع الجاية بحلقة جديدة اشتركوا في القناة